اهلا بكم في قناة تسلية مفيدة رجب هو احد الشهور العربية الهجرية وكلمة رجب من مادة الترجيب بمعنى التعظيم ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به من تعظيم وتوقير وشعبانه اسم للشهر الذي يلي رجب وقد سمي بذلك لان العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه وقيل لانهم يتشعبوا فيه للغزو بعد توقف القتال في شهر رجب لانه من الاشهر الحرم ومحرم فيه القتال وقيل ايضا لانه شعب اي ظهر بين شهري رجب ورمضان وكان اكثر الشهور الذي يصوم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ان نكمل شارك بنشر المعلومات المفيدة بالضغط على زر الاعجاب لانه يزيد من نشر الفيديو ويسعد نشتركك في القناة كما انه سيزيد معلوماتك في جميع المجالات بطريقة مسلية وممتعة اما شهر رمضان المبارك فكلمة رمضان جاءت من كلمة رمضو وهي شدة الحر حيث كانت تسمية رمضان في وقت جاء فيه شديد الحر فاطلق عليه هذا الاسم والاسم متطابق مع طبيعة هذا الشهر في الصيام حيث ان جوف الصائم يشتد حرة منه شدة الجوع والعطش فيكون جوفه رمضاء وفرضت الصلاة في ليلة الاسراء والمعراج ليلة عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهة وفرضت الخمس صلاوات في ليلة السابع والعشرين من رجب وقد فرض الصوم في شهر شعبا في السنة الثانية للهجرة وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسعا رمضانات اجمالا منذ فرض الصيام وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم وانزل القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك كما ذكر في الاية الكريمة في سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد